اشتركوا في القناة صحة وسعادة واستفساراتكم كذلك على ارقام التواصل ويانا في البرنامج قبل ما اذكركم برغام التواصل ارحب فريق العمل وياي اليوم في الاعداد نور نزال في التنسيق مير المري وفي الاخراج اي من سرحيل صباحكم الله بالخير جميعا محدثتكم الدكتورة عاش البسطي اذكركم برغام التواصل 600-05-514 وعلى الرسائل النصية 4006 حياكم الله طبعا مثل ما عودناكم برامج لنا بتتنوع منها الطبية والصحية وعنا فقراتنا التوعوية وكذلك فقرات السوشيال ميديا اللي تعودنا ناخذها اول فقرة من فقراتنا لليوم وفي البرنامج كذلك ويانا زميلتنا اسمنة جناحي صبحت الله بالخير اسما صبحتم الله بالنور والدكتورة عليك وعلى كل مجتمعي حياة الله ويانا في البرنامج الله يحييكم طبعا نحن بعد ما زال وسم بايروس كورونا المسجد مصدر لفرن صحيح يعني في العالم هذا الموضوع وليس فقط في تواسماس لكن كل العالم يتكلمون انه شغل العالم خاليا صحيح بعض الأشياء يعني المعلومات والأخبار اللي فعلا أسعدت الجميع هو أن أيضا أمس المعلومات عن شفاء خمس حالات من المصابين بايروس كورونا في الإمارات وصارت حين يعني بيقول 17 حالة شفاء في دولة الإمارات ما شاء الله أخبر الرحمن وهذا دليل على قوة القطاع الطبي اللي موجود ويحن صراحة بوجود يعني كوادر وطنية وكوادر يعني من جميع الجنسيات وفي دولة وحدة والاعتمادات العالمية موجودة في كل الدولة وكل الشخيات وحالي خلينا نحن يعني كأفراد يعني الثقة تكون وايدة كبيرة يعني نحن يعني ما شاء الله علينا في مكان يعني مفضوح وحدة أن يعني هذه يعني 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 احتواء هذا المرض وكذلك علاج المصابين فيه وكذلك الوقاية يعني حتى الأعداد الحمد لله ما بأنها في تزايد كبير يعني حتى لو في تزايد بس تزايد تماما مكان كبير والحمد لله نفس ما قلتي فيه شفاء كبير كذلك يعني الحمد لله الأعداد اللي يكون فيها الشفاء بعد كذلك كبيرة كذلك وكذلك هيئة الصحف أبوظبي يعني الهدور كبير يعني الحمد لله يعني التعاون الكبير اللي بينهم هذا نتاجه ويعني نشكرهم على هذه الجهود اللي يقدموها وفخورين فيهم يعني كلمة فخر حتى شوية حسين الجميع كل الجهات دكتورة صحيح 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 أيضا نحن خدنا طبيب لكل مواطن توفر الآن استشارات مجانية مبسل المواطنين لكن أيضا للمقيمين ممتاز اللي حابين يستفترون عن مثلا فيروس كورونا المسجد مبسل يستفترون يأخذون استشارات الطبية الانستفترون ممكن يطلطون على 834 ويأخذون يعني يجوهم على استشاراتهم لكن للإستشارات الطبية ممكن أنهم يأخذون موعد في تطبيق هيطفحة بي وخدمة طبيب لكل مواطن ويقدرون يأخذون الموعد ويسألونهم لأن دكتورة في ناس يعني ذكح حاس أنه ماذا في كورونا ترى مبسل أو حتى في أشخاص يذكح حاج جدامهم حاسوا أن تعني يعني هذا القلق اللي مسيطر على فئة معينة ما بقول الكثير بس فئة معينة دكتورة ممكن الغبار قرقط خشمي وعطف يعني مبسل صحيح أني تعرضت لهالموقف فأيضا حتى الأشخاص الموجودين مثلا يعني هالخدمة راح يعطيهم وجاوبهم وتطمنهم فممكن الآن المقيمين أيضا أنهم يتواصلون معان مع الأطباء من خلال خدمة طبيب لكل مواطن ممتاز هو في أي مكان هو في أي مكان يقدر يعني يستخدم هذا التطبيق سيارة المهم عندها نس صحيح صحيح نزل أيضا نحن هذا الشهر يعني ما نخلي يعني نكرون ينسينا المواضيع الثانية شهر مارس هو شهر توعية ببطانة الرحم المهاجرة نعم وهو من الأمراض اللي يعني الطراب يحدث نتيجة ممو النتيج اللي مفوض يكون داخل بطانة الرحم لكن يصير خارج بطانة الرحم وماشاء الله أننا نحن نش رطيفة من المسيشوات اللي تقدم يعني هذا العلاج وهي رائدة على مستوى العالم نحن في هذا الشهر رح نحط بعض المعلومات عن المرض عن العلاج كيف العلاج وما ننسي يعني على مدى شهر مارس واليوم بدينا نحط أول معلومة عن مرض بطانة الرحم المهاجرة يتكون حسابنا ويتابعونا نتكلم أيضا هذا الشهر عن شيئين أمراض كذلك وبطانة الرحم المهاجرة لأنها من الأمراض التي دائما تصاعدنا في السرعة صحيح نختم من برسالة الصباحية التي تقول لا تنتهي الدنيا بالفشل بل بالتوقف عن الحلم والعمل أجعل من أي فشل أو عائق خضرة لبداية أكثر قوة وقوية نحو النجاح ودمت بصحة وسعادة أسمى الجناحي شكرا لك مستمعينا كانت هذه فقرة السوشيال ميديا وكانت ويانا زميرتنا أسمى الجناحي ننتقل فقرتنا الثانية وهي فقرتنا التوعوية واليوم بنتحدث عن كيف نحمي أعيننا بالقذى الصحي شو دور القذى في حماية النظر وحماية كذلك العين ويانا اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبيل أستاذ عرين الزربة وبتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع صباح الأنوار وصباح الخير للجميع ولمستمعين حياة الله يانا الموضوع طبعا جدا مهم صحيح خصوصا هلأ بما أنه فيه إجازات ومعظم الناس بجلسوا كثير أمام أجهزة الحاسب الآلي والهواتف والفضائيات لساعات طويلة طبعا خلال اليوم هذه العادات للعين وطبعا لوحدت الآوينة الأخيرة أن بعض الأطفال يمكثون نحو ستة أو سبع ساعات متواصل على هذه الأجهزة طبعا مما يصيب العين بالتوتر والإرهاق والضعف والجفاف طيبا صحيح لذلك نحن منوصي طبعا اتباع الحميات الغذائية المتوازنة والسليمة أمرا أساسيا لذلك نحن منوصي طبعا كبداية طبعا جزء منها المتعارف عليه وإحنا كنا صغار دعونا كله جزر بس هي شغلة لا تقف عند نوعية الطعام واحدة هي أكثر من نوعية وأكثر من ضرورة بنحتاجها إحنا منحب نبلش طبعا أنه يوجد طبعا بعض الفيتامينات مضاد أكسادة التي تقوم طبعا بدور جيد في الحفاظ على البصر ومنها الفيتامين ألف والبيتاكوروتين هلأ يمكن تسألون ليش طيب شو معنى هالبيتامينين لأنه أي نقص في هذا الفيتامينات يؤثر بقوة في إحدى الصبغات الضرورية للرؤية أثناء الليل أو في الأضواء الضعيفة لذلك طبعا نوصي التناول الأطعم التي تحتوي على هذول النوعين الفيتامين اللي هي فيتامين ألف والبيتاكوروتين المتواجدة في الجزر في صفار البيض في الفل الأصفر البطاطس إضافة إلى الخضروات وأيضا الزبدة زيت كبت السمك والبنجر والكسة وأيضا في كتير أنواع أخرى بس هذول اللي إحنا ذكرناهم فيها الكميات عالية بهذول النوعين للفيتامين أيضا الأوميغا ثري التي تعتمر طبعا من ضمن الدهون الصحية الضرورية والهامة جدا لصحة الشبكية تحت العين كما أنها تمنع الإصابة بجفاف العين ونحن نعرف أنه الأوميغا ثري من أهم المصادر الأوميغا ثري مثل السردين والحمدتونة والمحار صحيح طبعا أحب أضيف على شغلتين مهمين كمان من ضمن الموضوع أنه يساعد فيتامين جيم على وقاية من مشاكل واضطرابات العين طبعا وين موجود الفيتامين جيم هو طبعا موجود في التوت والبرتقال وأيضا الخضروات ذات الورق الأخضر مثل الملفوف الخس الجرجير الفجل والكذبرة وأيضا من ضمن هدولة في عنا نوع عنصر معدني جدا مهم ممكن الناس تكون نسيته أو ما بتركز عليه كتير وهو الزينك الزينك هو من أهم العناصر للحفاظ على صحة العين شو السبب لأنه يساعد في إنتاج الميلانين طبعا الميلانين هي مادة ضرورية لحماية العين من الضرر التلف ويقل طبعا من فرص حدوث مشكلة دمور البقعي هذا طبعا بيصير مع التقدم بالسن ويتوفر هذا العنصر المعدني في المكسرات مثل الفستق اللوز والبندق وعين الجمل والكاجو وأيضا اللحوم الحمراء وسرطان البحر والجنبري والسردين والسلمون ونفس الشي في بعض الخضروات وأهمها الأوراق الخضرة طبعا هدول أهم العناصب إحنا حكينا عنهم بس بحب أنه أختمها بشغلة بسيطة أنه كمان تقدر تحافظ على صحة عينيك طبعا بشوية تعديلات ممكن أنت تضيفها على حياتك اليومية أولا زيارة طبيب العيون ممكن مرة أو مرتين في السنة ارتداء اللي هي النظارات الشمسية عند الخروج الاتعاد عن التدخين الحفاظ على وزن صحي وأيضا ارتداء واقي للعيون عند ممارسة أي نوع من الرياضات العنيفة بعض الشيء أو عند إجراء التجارب العلمية وأخيرا وليس آخرا الحفاظ على ضغط الدم لأنه ضغط الدم إله تأثير طبعا بالجسن كامل ولكن تأثيره أكثر للعينين أكثر لأنه حسسين العينين وخلينا نقول العروق اللي موجودة في العينين جدا حساسة لموضوع ارتفاع ضغط الدم فمنحاول طبعا نحافظ على هذا الإشي وإن شاء الله هيك دمتم في صحة وسعادة إن شاء الله على خير ودمتم في صحة وسعادة الأستاذ عيني الزربة أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك مستمعين كانت هذه فقراتنا التوعوية وتحدثنا عن كيف تحمي عينيك بالقذاء الصحي بنطلع فاصل إن شاء الله وراجعي لكم فقراتنا المستمر أخلكم ويانا صحة وسعادة مستمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة أذكركم برنامج التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله ويانا في فقراتنا الحين بنتحدث عن الخدمات المقدمة للنساء وتحضيرات ما قبل الحمل وبعد الولادة طبعا هذه يعني خلال هذه الفترة وخاصة للنساء سواء فترة قبل الحمل وسواء فترة كذلك الحمل وبعد الولادة هذه فترات معينة تحتاج السيدة فيها اهتمام أكثر لأنه ما بس بتاهتمام بنفسها اهتمام بالجنين اللي بيكون إن شاء الله موجود خلال أشهر معينة أو كذلك فترة بعد الولادة سواء الاعتناء سواء جسمها وصح حتى وكذلك بالطفل اللي يعني موجود وياها في هذه الفترة بتكلمنا عن هالموضوع الدكتورة منال صالح وهبة أخصائي أول أمراض نساء ولادة في مستشفى دبي صباح شكرا بالخير دكتورة منال أهلا وسهلا بكم حيا شكرا ويانا في برنامج صحة وسعادة أهلا وسهلا طبعا دكتورة هذه الفترة سواء فترة قبل الحمل وبعد الولادة من الفترات المهمة لأي سيدة يعني خلال هذه الفترة وفيه احتياجات معينة تحتاجها السيدات خلال هذه الفترة كذلك فبداية قبل ما ندخل في موضوع التحضيرات لما قبل الحمل وبعد الولادة حابين نتعرف عن الخدمات عموما في مستشفى دبي الخاصة بأمراض النساء والولادة طبعا مستشفى دبي بالنسبة للخدمات العامة في العيادات التي تختص بمتابعة الحمل وعيادات النسائية ولكن فيه كمان عندنا عيادات تخصصية العيادات التخصصية الحمل المبكر وفيه عيادات خاصة بمتابعة طب الجميل وفيه عيادات تخصصية أثناء الحمل تختص بمريضة السكر اللي هي بتكون في وقت الحمل فيكون لها تخصص أنها بتتابع معها إخصائية السكر في نفس الوقت بتتابع مع إخصائية النساء والتوليد ممتاز كذلك فيه عيادات تخصصية للحمل مع أمراض القلب بيكون نفس الشيء متابعة لمريضة القلب أثناء الحمل بتاعها وفيه يكون طبيب القلب موجود بالإضافة لطبيب النساء معه فيه عيادات أخرى تختص بتشوهات القلب الجميل برضو بتكون متاحة عندنا فيه أخرى عيادات لتشخيص أسباب تأخر الحمل في المرأة عيادات أخرى لستلث البول للنساء والمشاكل النتجة عنه وطبعا علاجها فيه كمان يعني متاح لنا الجراحات العامة وجراحات المناظير بشكل خاص بالنسبة للأمهات كمان فيه عندنا عيادات للرضاعة الطبيعية ومشاكل الرضاعة الطبيعية ومساعدة الأم على إرضاعة أصلها وعيادات التغذية والتثقيف الصحي الطبي للسكاين ممتاز ويعني تقدمونها في مستشفى دبي فيه عيادات أمراض النساء والولادة وهذا يعطي الموضوع أهمية كبيرة واهتمام كثير كذلك في هذه الفئة طبعا مستشفى دبي من المميزات لها إن إحنا مستشفى بنتابع حالات النساء والولادة بالإضافة لكونها مستشفى عام فبيتشمل وجود التخصصات الأخرى يعني تخصصات الكلى تخصص القلب تخصصات الأمراض الدم كلها بتكون موجودة معنا فالحالات التي تستدعي أخذ النصيحة منهم بتحول للمستشفى دبي من جميع المراطق الدولة يعني عموما ممتاز الدكتورة بنرجع للموضوعنا واللي هو التحضيرات ما قبل الحمل وكذلك بعد الولادة فحابين نعرف أكثر شو هي التحضيرات اللي يجب القيام بها قبل الحمل يمكن نساء كثيرة عندهم الفكرة أنه بس خلال الحمل في تحضيرات أو أنه في يعني عيادات متخصصة بها الشيء بس حابين نتعرف كذلك شو أهمية القيام بالتحضيرات اللي هي تسبق الحمل طبعا بالنسبة للحمل التحضيرات له مهمة جدا وفعلا في نقطة زي ما حدثتك تفضلت بيغفل عنها السيدات صحيح أهمها إذا كانت السيدة مثلا على تطعيم بتاخد تطعيمات للهيباتايتس اللي هو التهاب الكبد الوبائي اللي هو بيتاخد على مرحل معينة أو التهابات مثلا للهي بي في للبنات لكن تكون تم استفاء خلصة الجرعات بتاعتها تماما قبل ما تفكر إنها تحمل عشان تبقى رضي والجهزة للحمل صحيح ثاني حاجة السيدة اللي بيكون عندها وزن زائد وبتفكر إنها تنزل وزنها عشان طبعا مشاكل استمنى مع الحمل كثيرة صحيح فتبدأ تقدم الحمية الغذائية والرياضة وما إلى ذلك وتثبت وزنها قبل ما تقدم على الحمل طبعا ده بيساعد كثير جدا فإنها يكون حملها صحي وسلس صحيح كذلك ودي نقطة هامة جدا لمريضات السكر مريضة السكر المفروض إنها قبل الحمل بتكون مع طبيب السكر بتثبت قياس السكر في الدم عندها لإنه مش بس الضبط السكر أستاء الحمل لا البويضة اللي بيتم تلقحها لازم تخرج في جو وفي قياس سكر في الدم يكون القياس سليم عشان تكون البويضة نفسها سليمة وبعدين في أول الفترة الأولى من الحمل اللي هي أول ثلاث شهور في الحمل وما يسبقها اللي هي الأسبوعين اللي هي الستة بتبقى حامل وهي مش عارفة إنها حامل لازم يكون السكر مضبوط عشان دي فترة تكوين أجهزة الجنين مهم جدا للأم إنها تاخد الفوليك أسد مما قبل الحمل وليس فقط في بداية الحمل صحيح وينطة جدا مهمة من قبل الحمل من قبل الحمل لأن الفوليك أسد بيساعد في تكوين الجهاز العصبي للجنين فعشان إن شاء الله نتجنب أي مشاكل وتشوهات في الجنين بننصح الأم إنها تاخد الفوليك أسد دكتورة قبلها بكم يعني قبلها بكم يعني تقدر الأم يعني تاخدها خاصة الحين معظم النساء عندهم تخطيط لنحمل قبلها يعني معظمهم خططون يعني خلال هالسنة إن شاء الله يعني يعني خلال الكم شهر اللي يسبق الحمل شهرين ثلاثة نعم ولكن في حالات إحنا بنعمل عليها شوية هايلايتين بنحاول اللي هي حالات للأم اللي بتكون مصابة بنوبات صرع طبعا الأم دي بتكون بتاخد أدوية للصرع ففي الحالات دي بتاخد الفولك أسد ولكن الجرعة بتكون أعلى لأن الأدوية بتاعتها بتتهلك يعني أو هي بتكون محتاجة إن القفل بتاعها يكون محمي أكتر صحيح فإذا كانت هتاخد ربع مية ميلي مايكرو جرام للأم العادية فهي هتاخد 5 ميلي جرام 5 جرام للفولك أسد نعم كمان الأم لو عندها التهابات بهبلية يجب أن تعالج نعم الأم اللي عندها فقر دم لازم تلفع نسبة الهيموجلبين عندها عشان أكيد الطفل بيحتاج إنه هو يستهلك منها الحديد صحيح وكذلك طبعا الولادة بتسبب فقدان دم سواء كانت ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية فحتى لا نلجأ في أي وقت إن الأوقات لأنها نديها حديد بالوريد أو إنه نحن لا قدر لا ننقل دم لها نعم يبقى أحسن تدخل الولادة وهي مهيئة بنسبة المقلبين يعني سليمة صحيح طبعا لا تقل عن 11 صحيح دكتورة هذه تكلمنا عن التحضيرات اللي هي قبل الحمل فالحين فترة بعد الحمل يعني خاصة أنه مبس الأم الأم وجنينها كذلك وهو بعد الولادة فحابين نتعرف أكثر عن التحضيرات اللي يجب الغيام بها بعد الولادة هي الأم مجرد ما بتولد نعم بتوغد حسب الولادة بتاعتها إذا كانت القيصرية بتعود في حدود ثلاث أيام في المستشفى إذا كانت الولادة طبيعية ممكن من ثاني يوم على طول نحن يعني وأمورها طيبة بتروح البيت عادة الولادة بيكون لها إذا كانت طبيعية كثير منها بيحصل تمسقات في عضلات المهبل أثناء الولادة كأي مضاعفات أخرى دي الأم لازم وقتها هي ما بتكون عندنا في المستشفى بتكون متابعة بدرجة الحرارة بالضغط بتاعها بكمية الدم النفاس اللي احنا بنشوفها بنشوف برضو الجرح بتاعها طبيعي أو لا وبعدين المفروض أنها بتروح بعدها لما تروح المفروض أنها بتتابع نفسها في البيت لبعض الأمور وفيه بيكون لها زيارة الطبيعي خلال في التأسابيع ولكن في حالات أخرى بنخليها تيجي بعد سترات أقل من كده طبعاً عندها رغبة في الانعزال شوية لو هو الأمور بسيطة ممكن أن إحنا في الأسبوع أو أسبوعين ماشي الحال ولكن لو تطور الأمر أكتر من كده لازم راجعة الطبيب طوراً لأن دي فيه حاجة معروفة جداً اسمها اكتئاب ما بعد الولادة صحيح فإحنا عادة كمان حتى بكل مريضة يعني لو المريضة مريضة السكر بنطلب منها أنها تتابع السكر بتاحها بالجهاز في البيت وإذا في أي وقت لأن سكرها عالي لازم تراجع إلى المستشفى صحيح كذلك مريضة الضغط بندي لها مؤشرات التي ممكن تحسي بها لو ضغطها ارتفع في أي وقت وأن فترات الحمل فبعد الحمل يمكن ترجع الأدويات السابقة فتحتاج نفس وقت هالنقطة جدا مهمة أن متابعة يعني سواء السكر سواء ارتفاع ضغط الدم يعني متابعة كذلك بعد الولادة تمام ومن الحاجات المهمة جدا برضو وإن إحنا عادة ما بعد الولادة بتكون الأم في نسبة معينة عرضة لقلطات الساق نعم دي من الحاجات اللي إحنا عادة بنجي إبار مسيلة وبنفهم المريضة ليه هي بتاخدها سواء في بعض السيدات بتكون محتاجاها أثناء الحمل وفي السيدات كمان يعني بنكمل معها لبعد الحمل أحيانا لمدة عشر طيب لأسبوعين وأحيانا في بعض الحالات لمدة ستة 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 بنقول لها السيدة بنشرح لها إنه لو حست بأي ألم في ساق سواء ساق واحدة أو في الاثنين مع انتفاخ إنها لازم ترجع فورا للمستشفى والطوارئ طبعا بتبقى مفتوحة 24 ساعة لاستقبال المريضة في أي وقت لو حست مثلا كمان بأي صداع مصاحب بيحست بعدم قدر على التنفس بطريقة سليمة لأنه أحيانا لقدر الله الجلطات دي ممكن قد تصل إلى الرئة بتعمل لنا مشاكل في حاجات معينة لما بعد الولادة مهمة جدا على الميضة أنها بتلاحظها وإحنا بنديها تعليمات وبنديها شرحة مفصل وهي مروحة لأي شيء أنها ترجعنا على طول أما الزيارة الرسمية لها خلال 6 أسابيع خلال 6 أسابيع نتمنى كل التوفيق دكتورة منال صالح وهبة شكرا لك أهلا وسهلا بيتوا نتمنى للمريض لكم على السلامة إن شاء الله الدكتورة منال صالح وهبة أخصائي أول أمراض نساء وولاد في مستشفى دبي شكرا لك مستمعين كانت هذه فقرتنا وتحدثنا فيها عن الخدمات المقدمة للنساء والتحضيرات سواء ما قبل الحمل وكذلك بعد الولاد ومقصرة الدكتورة منال شرحت أنه بالتفصيل هذه التحضيرات وأهميتها وكذلك اطرقنا إلى خدمات أمراض النساء والولاد في مستشفى دبي بنطلع فاصل وراجعي لكم خلكم ويانا بعد الفاصل إن شاء الله بنطلع الموضوع خدمات قسم الكلة في مستشفى دبي خلكم ويانا صحة وسعادة استمعين العزاء حياكم الله ويانا في برامج صحة وسعادة أذكركم برغامة التواصل 600551414 والرسائل النصية على 0006 حياكم الله في فقرتنا الحين بنتحدث عن خدمات قسم الكلا في مستشفى دبي وبتكون يانا اليوم الدكتورة سيمة نجاد خصائي أول أمراض الكلا في مستشفى دبي صباح تلاب الخير دكتورة سيمة الله صبحت في النور حياة تلاويانا في برامج صحة وسعادة الله حياة حبيبتي معكم دكتورة سيمة عبدالل العواضي خاص لي أول بسم الكلا في دائرة صحة مستشفى دبي أهلا سهلا فيكم اخترنا لكم أن نتكلم عن أمراض الكلا اليوم لأن باتر يصادف يوم العالمي حق الكلا يوم العالمي حق الكلا يصادف دايما ثاني خميس كل سنة العالم تحتفل فيه ويكون فيه حملات توعوية عشان المشفى مع كامل عشان تجنب أمراض الكلا وتوقف توقف أمراض الكلا يعني دايما يكون فيه حملات أيوة فإحنا من خلال قسم الكلا في مستشفى دبي عندنا خدمات شاملة للمواطنين والمقيمين دبي عندنا قسم الكلا اللي هو تقريبا يختم 250 مريض في مستشفى دبي عن طريق الغسيل الدموي تقريبا عندنا 250 مريض يوميا يكون فيه 120 و130 غسلة في اليوم المريض المريض الغسيل تقريبا مرتين ثلاث مرات في أسبوع تقريبا جلسة تكون أربع ساعات في اليوم و يعني هاي حسب المريض حسب احتياجه أحيانا حتى تكون أربع مرات حسب احتياج المريض هاي الغسيل الدموي نحن نحتضل تقريبا من 6 ساعة 6 أيام في الإسكور من ساعة 7 صباح لين ساعة 11 نص 12 بالليل عادة بالليل ما يكون عندنا أي عمليات غسيل إلا للحالات الطارعة حتى يوم الجمعة أحيانا يكون في حالات طارعة والزويل اللي تحتاجه نعم اللي تحتاجون اللي يون عن طريق الحوادث مرضى من المستشفى الثانية أو شك غير الغسيل الدموي عندنا الغسيل البريتوني نعم وهو تقريبا عنا 29 مريض غسيل بريتوني هاي الغسيل المريض يسويها في البيت احنا نشوي العمليات القصرة للمستشفى وبعدين المريض لا يسوي الغسيل تقريبا اسبوعين لأن الجرح يلتئم وبعدين يكون فيه عملية تعليم المريض عن كيفية عمل هذه القصيل البريتوني القصيل البريتوني للأهل أو المريض نفسه نعلمهم خلال اسبوع في المستشفى نعم نعلم كيف نسويه وبعدين يوم نتأكد أنه يسوون صح نعطيهم الجهاز نتأكد أنه عارفين نرخصهم يسوونه في البيت ونتابعهم في الزيادة ممتاز غير الغسيل الدموي والغسيل الكريتوني نحن لدينا أنواع ثاني من الغسيل نسويه في الاستشفى مثل المرضى التي يكون عندهم هبوط في الدم الغسيل البطيء التي ينسويها في العناية المركزة النوع ثاني من الغسيل نسويه للمرضى التي يحتاجونه المرضى كذا اسمه بلازمة نسوي أمراض ثانية بعد أمراض الدم وأمراض السرطان وأمراض ثانية هاي تقريبا في قسم الكلة وهو خدمات قسيل الكلة يعني أنواع متعددة مثل ما ذكرتي دكتورة سيمة لقسيل الكلة يعني مبنوع واحد ذكرتي النوع الدموي ذكرتي كذلك البريتوني ذكرتي كذلك اللي عندهم هبوط كذلك في ضغط الدم يعني لقسيل مختلف تماما يكون مختلف طبعا طبعا عشان هم عندهم هبوط وما يقدرون يتحمون الغسيل العادي صحيح لهم الغسيل البطي اللي هو عبارة عن ساعات أطول من الغسيل العادي وتكون يعني سهلة على المريض اللي هو عند هبوط أو عند التهابات وعنده مشاكل في القلب يعني يتوى عنده مشاكل في القلب وأكثر شي نسوي هاي في العناية المركزة بس حتى في الأقسام العادية الحين بعد نسويها حق المرضى اللي يحتاجونها طبعا دكتور رح نحن نعرف هنا pewien اثنان من أسباب قسير الكلة لهو يكون الفشل كلاوي أو فشل الكلا في عملها فحابين نتعرف أكثر عن أسباب الأسباب الأكثر شيوعا للفشل الكلوي ايوه احنا لدينا الفشل الكلوي نقسمها اثنين الفشل الكلوي الحادي الفشل الكلوي المزمن. الكلوي الحادي اللي يستوي لهم الفشل كوي نفس يعني خلال يعني أيام أو أسابيع وتكون في تدهور رضا في الكلة ممكن هذيلا يحتاجون غسيل فيه ممكن ما يحتاجون غسيل كلة. اللي احنا نبغي نتكلم عنها اكثر شي غسيل سوري الفشل الكلوي المزمن اللي هو على خمس مراحل مرحلة رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يكون الكلة تقريبا في المرحلة الأخيرة الخامسة يكون المرضى يكون عندهم عراض. تقريبا حتى في الرابع حتى في مرضى ما يكون عندهم أي عراض. عشان شدي احنا دايما نقول ننبه الناس انه لازم احنا نعرف اذا عنا يعني مرض الكلة ولا لا عشان اذا عدنا المرض في المراحل المبكرة نقدر نسيطر عليه ونقدر نسوي شي عشان نأخر المرض لنوصل لمرحلة الغسيل. فالاسباب الاكثر اسباب تؤدي الى فشل الكلوي المزمن هو السكر وفرط ضغط الدم. طبعا السكر هو احنا يوم سوينا يعني سوينا يعني دراسات شفنا ان السكر هي اكثر شيء يؤدي الى الفشل الكلوي المزمن. وضغط الدم فيه بعد التهابات الكوبيبات اللي هو نشخصها عن طريق عينة تلك الكلة. ممكن هاي بعد تؤدي الى فشل الكلوي. اه ممكن التهابات الميكروبية المزمنة اللي لناس يكون عندهم انسدادات في المنزل البولي. وبعد هذه يسوي اه فشل الكلوي اه خصوصا الناس اللي يكون عندهم فروستادا. نعم. الاشياء الثاني يمكن امراض وراسية اه من الاقصال التهابات اه عنهم عندنا انتكيس الكلة تكيس الكلة بعد مرض الكلة يؤدي الى تقريبا فشل الكلوي تام في المرضى استخدام المسكنات بصورة مستمرة ممكن بعد التوي فشل الكلوي هاي الأسباب معروفة أكثر شيوعا أكثر شيوعا الأمراض الجهاج المنوعين في ذئب الحمراء ممكن يشتويلهم التهابات في الكوبيبات وتأدي إلى الفشل الكلوي طبعا أكثر شيء للمقلنا ضغط الدم والسكري دكتورة طبعا الواحد كيف يحمي نفسه بخصوص الفشل الكلوي نحن عارفين الوقاية خير من العلاج فكيف الواحد يحمي نفسه أن ما تطور حالتي هذه الفشل الكلوي صحيح أهم شيء أن نشرب ماء بكل مية زينة يوم نتكلم عن الماء وما نتكلم عن كل السوائل مثلا في ناس تشوفين هم يشربون شاي يقولون لا خلاص شربنا صحيح والكهوة ما نقدر نستغني عن الماء بالجاي والكهوة والأشياء الثانية تجنب شرب المشروبات الضازية أو مشروبات الطاقة هاي الأشياء بعد ممكن تكون سقيلة على الكلاو وتسوي أمراض كلا الأكل الصحي وايد مهم الأكل الصحي وايد مهم وتقليل نسبة المشودهم في الطعام يعني وتركيز على الفواكه والخضروات وايد مهم التوقف عن المسكنات أو مثلا إذا لدينا مسكنات فترة ما نجتمر فيها ما نخليها عادة أن نستخدم المسكنات على طول يعني نستخدمها عند الحاجة لأنه في حالات يعني يحتاج الواحد فيها مسكنات بس يعني ما يزيد فيها يعني يستخدمها عند الحاجة صحيح وإذا حد يعني مثلا يستخدمها بصورة مستمرة لازم يكون عندها تحاليل دورية لهم ما يعرف أنه عندها بحالة إلا لي يعني إذا مثلا خلاص والوقت خلاص وصلنا لآخر شيء يعني يعرف والأهم دكتورة يعني كذلك استشارة الطبيب يعني فيه أشخاص كثار يعني بيصير الصيدري بيأخذ اللي تشدوها بس فيه أدوية أوردي تتعارض ممكن مع حالت حتى لو كانت مسكنات ألم أكيد صحيح النوم بالقدر الكافي في فترة في الليل هذا وايد مهم عشان حماية الكلة جسم كامل يحتاج راحة فخصصا الكلة الكلة قاعد يشتغل على طول صحيح النوم الكافي وايد مهم الشيء الثاني الرياضة والحركة ثبت أن أمراض السنة بعد يعني تشوي أنواع من أمراض الكلة فوايد مهم أن الواحد يكون يسوي رياضة ويتحرك شيء الثاني عدم التدخين التدخين بعد يأثر على الكلة يجعل جريان الدم يكون قليل على الكلة وهذا بعد نفسه يعني أثر على الكلة يؤدي إلى بجل الكلة صحيح الناس اللي يكون عندهم ضغط دم سكر أمراض قلب دهون يعني لازم يتابعون مع طبائهم الطباء يعني ممكن يكونوا الطباء باطنيين ممكن الطباء عام يعني يتابعون معهم وعن طريق يعني تحاليل ويتسهلة تحليل بولو دم ممكن يعرفون إذا هم عندهم كلا ولا لا أشياء بسيطة يعني بس يعرفون إذا في بروتين في البول والتحليل الدم نشوف الكرياتينين يعني مثلا كم فالمتابعة مع الطبيب وايد مهم صحيح وعن طريقها مثلا إذا هم اكتشفوا أن عندهم أمراض كلا أو قصور كلاوي ممكن يحولوهم علينا وإحنا من البداية نقدر نسيطر على المرض عشان ما يدهور المريض ويوصل لمرحلة الغسيم الشيء الثاني اللي بغيت أتكلم عنه خصوصا حق الشباب لا إشراف في تناول البروتينات صحيح نقطة جدا مهم بالضبط الحين نشوف الشباب يستخدمون البروتينات بصورة رهيبة يعني ويكون عندهم عادي يعني يسيرون الأماكن عشان الرياضة ويقولون لهم خلاص عادي تأخذون هالأشياء هذا الشيء عادي بس إحنا نشوف ناس يومنا بمراحل متقدمة من الكلة الكلة خلاص تقول يعني بالمراحل الأخيرة فإحنا دايما يوم نسير الأماكن نتكلم عن الشباب نسير المدارس زيما نقول لهم حاولوا أن ما تأخذوا هالأشياء ما تعتمدون على البروتينات بس يحتاج الجسم يحتاج على كل الأشياء مو بس بس بروتينات والبروتينات أكيد لا يعني أثر على الكلة وممكن نسوي بجر كلاوي نزمن صحيح دكتورة ننتقل لنقطة ثانية وهي طبعا نقطة مهمة جدا نصيحة يعني نصيحة لمستمعين خلال البرنامج يعني هذه نقطة جدا مهمة بتكون خاصة بما يتعلق بموضوع الكلا أو الفشل الكلاوي نصيحة مثل ما تكلمنا عن كل الأشياء اللي إحنا نحن فيه بكلماننا نحن بما يزين نتجنب الأشياء اللي تضر الكلمان مثل الأدوية مثل ما تكلمنا صحيح الأكلات السريعة مثل المشروبات الغازية نتجنب التدخين إذا عدنا تاريخ عائلي مثلا في الكلا نعرف من حد في العائلة عندك كلا نصير نشيك بدون ما يعني مثلا نحن نحتاج بدون ما يكون عنا عراض نصير نشيك عشان إذا فيه شيء نقدر إحنا نسيطر عليه من البداية ونقدر يعني نسهل الأمور ونقدر مثلا يعني نأخر التطور تطور المرض صحيح هذه نقطة جدا مهمة أن الواحد يفحص يعني يعني كفحص دوري ويكون دوري شامل صحيح والحمد لله والحمد لله الدولة وفرت لنا وائد أشياء الإيادات موجودة ما شاء الله والتحاليل أن طريق التحاليل والأشياء الموجودة والأيادات والأشياء الموجودة ممكن نحن نوصل للتشخيص فهذه الأشياء اللي أنا أقولها أن المتابعة وائد مهمة وكل شيء الحمد لله موجود صحيح نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة سيمة ونشكركم لجهودكم المستمرة صراحة الله يسلم أمراض الكلب مستشفى دبي شكرا لك مستمعين كانت هذه فقرتنا الأخيرة في البرنامج وتحدثنا عن خدمات قسم الكلب مستشفى دبي وركزنا على خدمات قسيل الكيلة كانت هذه آخر فقرة فقراتنا لليوم نلقاكم إن شاء الله باتشر على نفس التوقيت الساعة عشر الصبح أشكر فريق العمل وياي اليوم في الأعداد نور نزال في التنسيق مير المري وفي الأخراج أي من سرحيل يعطيكم العافية جميعا محدثتكم الدكتورة عاش البسطي نلقاكم إن شاء الله باتشر على خير وسعادة ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي